غش في عهد الانقلاب وزمن الحرب فلم يعد في هذه القاعات الامتحانية مراقبون بل مغششون لكل طالب مغشش او اكثر وتظهر الصور ومقاطع الفيديو المنتشرة في شبكات التواصل الاجتماعي الى اي مستوى وصلت اليه عملية التعليم في اليمن هذا الفيديو نشره ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر عددا من طلاب الثانوية العامة اثناء قيامهم بعمليات متعددة للغش الامتحاني بشكل علني وبصورة فاضحة ولم تعد هناك حاجة لاقتحام مراكز الامتحانات او تسريب دفاتر الاجابات الى خارج قاعاتها فالغش خدمة تصل اليك برعاية رسمية وحماية امنية حيث افادت مصادر طلابية في صنعاء بان عملية الغش تفشت بصورة غير مسبوقة في معظم المراكز الامتحانية واتهمت تلك المصادر سلطة الميليشيا المتحكمة في مؤسسات التعليم بالسماح لظاهرة الغش وتشجيعها تطورت اساليب الغش كنتيجة طبيعية لغياب الدولة وغياب الخدمات والتدني الاقتصاد وساعد انقسام التعليم بين الشرعية والانقلاب وتوقف صرف رواتب المعلمين الى انعدام مسئولية الرقابة الامتحانية كان الغش في زمن ما قبل الحرب ظاهرة موجودة لكنه ظل محل استهجان المجتمع وتحت عدسة النقد الاعلامي اما الان فاضحى كما تؤكد وقايع المدارس حقا من حقوق الطالب يحمى بالسلاح ويلقى تسهيلا من الجهات الرسمية الى اين يسير التعليم في اليمن وما هو مستقبل الاجيال القادمة لم تعد هذه الاسئلة محل نقاش النخب المثقفة والسياسية وتلك هي الكارثة فالنخب مسكونة بصراعات ايدلوجية ومناطقية اما المواطنون فمشغولون بكوارث النزوح والحصار ونار المجاعة اشتركوا في القناة